اشتركوا في القناة وقلوب الخلق فضلا منه جل وعلا بدون أن يكون هناك أسباب وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض ومن هنا على الإنسان أن يعلم أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن وأذكر في هذا بقوله سبحانه عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير ومن ثم فإن محبة أهل الإيمان وأهل الصلاح يغرزها الله جل وعلا في قلوب الناس ولا ينزعها من القلوب إلا نفاق يكون فيها